مع بداية الدراسة كتير من الأباء والأمهات طبعاً بيحاولوا قدر الإمكان يدوروا على محفزات عشان يساعدوا ولادهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية مع المذاكرة ومن الحلول اللي هتساعد الأسر فعلاً وأوليها الأمور على هذا الموضوع هي القصة الحكاية الحدوتة خصوصاً حكاية قبل النوم من من الحاجة المهمة احكيها انت ايه؟ ابقى احكيها انت وانا بحكيها والله على طاق يعني احنا بنوصل لآخر اليوم يا دوب يعني بعدها بنسحى الصبح ديئتين بس يعني حدوتك في ديئتين ديئتين دول بس علشان بيبقى فيها أسئلة أسئلة والأسئلة بتجر أسئلة والموضوع يعني ومش وقتك ازاي نعمل تقولي نعمي عشان عندك بدرس الصبح وانا عندك شغل الصبح يعني اتمنى انها تنسى على كده يعني معادلة ان احنا نعمل حدوتة ونحكي الحدوتة ونخلي الولايات يحكلنا يومهم من خلال الحدوتة ونعرف تفاصيلهم ونحل كل المشاكل دي اعتقد ان احنا الحكواتية حنان طاهر هي اللي حتقول لنا فعلا نقدر نستخدم الحدوتة ان احنا نتكلم مع ولادنا ونحكي معاهم ولا لأ من ورانا يا حنان اهلا وسهلا بيك صباح الخير عليك يا اهلا وسهلا اي حكاية الحدوتة بالحاجات اللي احنا نعرف ونتطمن من ولادنا على يومهم من خلالها ونديهم أفكار بدل من نفضل لقلهم اعمل كل اشرب اخسل أسنانك ما تتخنقش مع الناس ما تتنمرش نقدر نعمل ده من خل الحدوتة ده مية في المية ده مية في المية يعني بصي الحدوتة اداء مهمة جدا وقوية جدا ندركة ان بتقع التسويق والبزنس دلوقتي دلوقتي بقوا بيستخدموا الحدوتة علشان يوصلوا للعملاء بتوحهم فقد كده الحدوتة قوية واداء خطيرة في ان انت عايزة توصلي اي حاجة وصليها بالحدوتة ما بينك بقى الاطفال الاطفال الحدوتة بالنسبة لهم هو اول حاجة بيجبوكوا معاها البطل انا عايزة بقى زي البطل ده فالبطل ده هيعمله انا عايزة اعمله فانا كأم انا عايزة اوصل حاجة لابني عايزة اعلمه حاجة عايزة اقوله حاجة سعر فكرة ساعات ببقى انا كأم عايزة اقول حاجة لابني بس مش عارفة اقولها دايريكت القانون بيعاقب اللي انا عايزة اقوله من جوية مش عارف اقوله لابني فبسكت لا استخدمي الحواديد بقى لانه انت مش محتاجة تقولي حاجة بقى هو البطل اللي هيقول فاداة خطيرة خطيرة والأمهات بتستخدمها لدرجة الساعات بحس ان الأمهات بيستخدموها بطريقة غلط يعني لما بيكتشفوا قد ايه انه الحدوتة بتأثر في الولد لان انت تاني يوم على طول هتشوفي بيخوفوهم مثلا لا يعني الاطفال اسكية قوي 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 فهو انت وانه هو صغير لو فضلت على طول انت عايزة تعلمه حاجة فتحطها في الحدوتة فتحطها في الحدوتة لما يكبر شوية مش بعايزة تسمعك خلاص انت عايزة تطور وسحر الحدوتة بالضبط فهي للذكاء ان انا اعرف استخدم الحدوتة بقوتها دي بس كمان دونات اوفر يوزت يعني انت عارفة كل حاجة ما نستحلي كثير منها يعني بيقول يعني اللي هو كلها بحاجة زادت عن حدها تقلبت ضده فخلينا دايما نستخدم الحدوتة بذكاء لان الحدوتة مش بس الهدف منها ان انا اعلم حاجة ساعاتب عايزة زي بما حضرتكم تقولي من شوية ان انا عايزة اسمعه فببقى بفتح بس حدوتة فهو يبتدي يحكيلي مثلا عن حاجة حصلت في المدرسة عن كده فبرتو ممكن تستخدم حدوتة في كده وممكن الحدوتة تبقى بس عشان انا عايزة اعمل كواليتي تايم او وقت التقارب ده اللي بيني وبين ابني لان هي على فكرة في الاول في الاخر بعد بما انا عدي ايام الدراسة والايام الصعبة لا بتعديش لا بتعدي بس على فكرة في الاخر الولاد بيفتكروا معانا ايه هي اللحظات الحلوة اللي بتبقى لهم بيقولك اه ماما كانت بتحكيلي زي ما انا بقول على والدي اه كان بيحكيلي حواديته انا صغيرة هو ده اللي بيبقى مع اولادنا مش اللي صحيانة الصبح واللانش بوكس واللانش هل ممكن اقرأ هو بيفكر في ايه من خلال اسئلته داخل الحدوتة طبعا ده 100% بيكون عندهم استفسارات كده غريبة شوية في الحدوت اقدر اعرف هو دماغه رايحة فين طبعا طبعا لان انت يعني ساعات على فكرة اهالي بتكتشف انه الولاد حصل لهم مثل حاجات صعبة من وقت الحدوتة ده مثلا ان حد تعد عليهم او انه تعملوا تنمر ساعات الاولاد اللي بيتعمل لهم تنمر بالذات ومعندهمش قدرة على التعبير بيتكسفوا يقولوا بيحسوا انه انا ضعيف فما يجيش يقولوا مام بس ممكن تتفلت منه في الحدوتة في وقت الحكي انا بحكي له حدوتة مثلا انا اكتشفت ان انا بقلف قصص صغيرة على قد الحدوتة اللي مدتها دي يعني مش مقلف قصص فبعرف احط لها الحكمة يعني بعرف احط مثلا عايز علمها قيمة معينة او علمها مبدأ معين فبحط مثلا حاجة فيها اثار حاجة فيها تضحية حاجة فيها تقبل الآخر بحاول قدر الامكان ان انا اوظفها هي ممكن تقراها وتيجي تقولي انت اصدق علي انت عايزني اعمل ده بيحصل في بعض الاوقات لكن مع الوقت بدأت زي ما حضرتك بتقولي كده ما استخدمهاش بشكل مستمر وفي نفس الوقت ما يعني لو عارفت ان في موقف مثلا معين حصل ما خدش الحدوتة في نفس اليوم بتاع الموقف عشان هي ما تربطش حاولي ابعد شوي حلو ايوة بالضبط هو ده اللي كنت بقصده من كلمي قبل كده انه بلاش نستخدمها بشكل انه عايز اعلم عايز اعلم لأ يعني عشان تبقى عشان تفضل اداة مؤثرة فنستخدمها بزكاء برضو يعني كده فكرة استخدام الحدوتة في المناهج التعليمية والله مش عايزة بوز الحدوتة بس ده حاجة حصلت معي انا بشكل يعني مش عايزة بوز الباور بتاع الحدوتة بس ده حاجة حصلت معي انا وانا صغيرة مثلا جدتي كان انا كان دراسة الجغرافية ودراسات اللي كتبعية كانت بدبقى تقيلة شوية فكانت جدتي عملالنا شخصية كارتونية بتحكيها لي انا واخويا وولاد خالي بتلف بيها المحافظات وتحكي لنا عن التفاصيل بتاع الملاحب ومش عارفة مين راح فين وكان فعلا عندها العدد دي انا اقدر فعلا اوزف ده مع المناهج اللي موجودة دلوقتي انا بسقف جدتك مبدئيا هي لازم يسقف لها لانه هي ببساطة عملت اللي احنا بنقوله اشتر المدرسين هتلاقيهم المدرسين اللي بيعرفوا يقولوا المنهج بتاعهم في حدوتة اشتر الستانداب كوميديون اللي بيعرف يقول حدوتة حلوة للناس بطريقته فهي الفكرة في انه حطي اي حاجة في قلب حدوتة هقولك ليه الحواديد بتبقى الحواديد بتبقى لانها بتعمل حاجتين بتخلينا في مشكلة بنحاول نحلها فاحنا مهتمين نبقى عارفين نحل المشكلة ايه وبتخش على مشاعرنا لان انا مثلا هقولكو حاجتين هقولكو مثلا خبر اخباري حصل حدثة على الطريق الدائري خبر حدوتة اه ربنا يسلم ربنا يسلم جميع وهقولكو انه حصل حدثة على الطريق الدائري عربية فيها اب وام وطفلين وحصل حدثة كبيرة والاب في العناية والولاد مش عارفة ايه ويا رب يبقوا كويسين وهي نفس الحدوتة بس هنا عملت تفاصيل انسانية عيشتنا في القصة دخلتنا على مشاعرنا والتانية فالحاجة اللي دايما بيخش فيها المشاعر بتبقى بتفضل معنا اكبر فترة ممكنة فعشان كده الحدوتة عشان كده بيقولك الحدوتة بقت من كتر ما هي مؤثرة جدا بتستخدم في جميع المجالات تقريبا دروقتي طيب هل ينفع وانا بحكي لها الحدوتة ولو البطل في مشكلة مثلا اقول لها لو انت مكان وتتصرف ازاي ولا اقول لها اللي عندي على طول المفروض البطل يعمل واحد اثنين تلاتة ممكن تسألها قبل او بعد يعني ايه رأيك يعمل ايه او بعد ما هو حل ايه رأيك في التصرف بتاعه اه تفتكري ممكن يعمل ايه دي 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 فكرة حلوة جدا والظريف ان احنا نخلق يعني الحده دي ليه بقول مهمة اوي لانه الولد ممكن ما يتعرضش للموقف ده في حياته في الوقت الحالي لكن ممكن قدام مثلا لما يتحرض للموقف ده هيفتكر القصة وهيفتكر كمان الطرق اللي انت قلتله طب ممكن ازاي وممكن ازاي وممكن ازاي فده بيخلي عنده مخزون انه يقدر يتعامل في الحياة انا مش عايزة احاول فقرة عن جدتي بس هي كان عندها عادة فكرة انها بتسيب النهايات بتاعة الحوازيط مفتوحة وتسيب كل واحد من الاحفاد يحط نهاية للحدوتة فاحنا كان بتبقى حدوتة واحدة لها عدد من النسخ بكل واحدة بقى حسب نهايات مختلفة نهايات مختلفة حسب كل واحد سنه يعني احنا كنا عمر يمكن مختلفة فكان هل ممكن نسيب الولاد هما اللي يحطوا نهايات الحدوتة ما نعمل لهم ساسبنسي ونسيبهم هما احنا ما نحطش خالص اي نهاية للحدوتة ونشوف هتوصل معاهم ازاي حسب الطفل يعني فيه اطفال لقد انا عايزة قوليلي نهاية فيه اطفال عندها استعداد وابنس انها تخلق اكتر من نهاية هي فكرة برضو اجان جدتك ما شاء الله هي كان عندها رؤية فعلا لانه هي عملت ايه برضو هي فتحت لكم الباب ان انتوا تحطوا نهايات وكمان تسمعوا نهايات بعض المختلفة فعندكوا برضو ثراء في الافكار ممكن الولاد النهاردة تحط نهاية لحدوتها لو حكناها تاني بكرة تحط نهاية تانية او تخلي البطل يتصرف حسب هو يومه كماشي ازاي يعني النهاردة هو مبسوط حتى البطل كان بيتصرف كويس وشرف ايه النهاردة متضايق فخلى البطل بيقع في مأزق مثلا او تصرفاته سيئة مع الاخرين مش ملايكة طول الوقت ده وحلو لو هو فعلا عمل حاجة غلط مثلا وحطناها في حدودة ان احنا برضو نفس الفكرة هو كان ممكن يعمل ايه لو ما كانش تصرف تصرف ده كان ممكن يعمل من غير ما نحكم من غير ما نقول بس كان ممكن نعمل كذا بدل كذا بس انا كده هنسحى مش هننام هنفتح كلام وكلام كلام مش هننام انت المتحكمة يعني بصي انا مثلا دايما في الحواديد الحدودة بقى اكشنز في نهاية الحدودة دايما تون الصوت بتاعك بيتغير الرتم بتاعك بيبطأ الدنيا بتبتدي تهدى عشان انا خلاص هنخش على نهاية الحدودة فانت برضو لما تخلص انت كده دخلتين على نهاية الحلقة مش نهاية الحدودة ايه فكرة بكده انت مودة حكمة انت خلاص انت عايزة يخش في مودة النوم نبتدي بقى نبطأ الأحداث هل ده ممكن يكوني تأثير على قدراتهم الاستيعابية في المدرسة حدودة قبل النوم حتى لو مهناش علاقة بالمحتوى الدراسي خالص طبعا يعني يبطأ ده دراسات وأبحاث بقى كتير بس مثلا أبسط الأشياء أبسط الأشياء ان الحواديد قبل النوم بتخلي عند الولد مخزون لغوي كبير جدا جدا فالأطفال اللي بيتقرر لهم حتى قبل ما يخشوا مدرسة لما بيجوا يخشوا مدرسة عندهم قموص داخلين بقموص اكتب تعبير يا ابني يلا يعني خلاص الدنيا عندهم بيبقوا متقدمين جدا على أي طفل تاني ما بيتقررلوش أو ما بيتحكروش حدودة كمان بيبقى عندهم خبرات حياتية هي لازم قبل النوم الحدودة ولا ممكن في وسط اليوم عادي أي وقت الحدودة في أي وقت هي بس جارة العادة إن قول حدودة قبل النوم علشان هم دول بقى آخر اليوم اللي هو خلاص طقتنا ونستعد وكمان الحلو إنه خلاص هو هيستعد للنوم فهي الحتة حتة حدودة قبل النوم مش بس حدودة هي كمان فيها ماما أو بابا معايا في السرير في راحة في أمان وليس طايم أو وقت كويس نفسيا نصلح فيه لعملنا طول اليوم مع بعض نحاول نستعيد العلاقات بالضبط فبنقفل اليوم وهو خلاص يعني عشان ينام بقى براحة وبأمان يعني هي حتة إيه زي بنعمل زريف لليوم كده ويخش بقى ينام مستريح وكل حاجة بسي أنا كنت لسه حقول بس كلابك يعني بوز السؤال اللي رأي كنت حقوله أنا كنت حقول هل بتتحكش؟ مصممة والله طبعا عشان نعرف هل ينفع أستخدم حدودة قبل النوم بعد ما تبقى عادة بيننا وبين بعض إن أنا لو اليوم كان غير موفقة بشدة وأنا عايزة أبين عن مدى غضبي وعن مدى إن أنا متضايقة نستخدم حدودة قبل النوم كعقاب إنه إذا كنت حقيقي تصرفت بشكل سيء جدا إحنا النهاردة إحنا الاتنين مش هنقضي الوقت اللي إحنا بنقضي مع بعض وينام من غير حدودة قبل النوم ولا لو أنا عملتها عادة ده ممكن يحسس الطفل بعدها من الأمان لو ما خدهش فيهم وأنا حسن أنت هتعقبي نفسك مش هتعقبي الطفل لأن على فكرة على الوقت هتحس أن أنت نفسك باستمتعي بيها يعني هي من كتر جمالها هتبقى أنت كمان مستنيها لو دخلت عادة بحياتكم أبعا مثلا كل أم وقب هم أحرار أسليب العقاب اللي يستخدموها بس أنا شايفة أنه فقرة قبل النوم دي مش أحسن أداة للتوبيخ يعني يفضل حاجة تانية لأنه أجان برضو هتأثر على العلاقة لأن خلاص تبتدي علاقة في علاقة هنا شوية الأوقات اللذيذة اللي بنقضيها مع بعض أخر اليوم دي خلاص ناخد بالنا بقى حلانتهر نورتينا وشرفتينا وانبساطنا جدا لوجودك معنا النهاردة شكرا لوجودك شكرا لوجودك